ترجمة نانسي قنقر والتي تنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب المائية وبالشراكة مع جي أف أتش هذا الحدث في البحرين جميل جدا أحببت المكان ومنصة الغطس والإطلالة وثقافة البلاد هنا أنا سعيد جدا بهذه الأجواء لأن هذا الحدث يمثل فترة تأهدية لخوض بطولة العالم العام المقبل وأحببت أن آتي لهذا الجزء من العالم ولما تتمتع به البحرين من تميز وجمال بطولة العالم هذه حماسية جدا والأفضل في العالم وهنا في البحرين نتنافس مع المشاركين على منصات التتويج وهدفي هو أن أحقق أربعة غطسات جيدة من إجمالي أربعة غطسات وقد فعلتها في آخر حدث هذا الصيف ولذلك أريد أن أستمر على نفس الدافعية وسأرى ماذا سأفعل هنا في البحرين وهنا كل شيء جميل المنصة جميلة والإطلالة الساحرة أود أن أستمر في الغطس هنا للأبد وأيضا التنظيم رائع جدا وهنا جميع الناس رائعين وداعمين حيث أنني شعرت بأن جميع المشاركين يحضون بأفضل تجربة هدفي هو أن أركز على كل غطسة بمفردها حيث أنني أحاول أن أبذل كل ما أستطيع في كل محاولة وأطمح أن أطور نفسي ولا أقارن نفسي بالغطاسين الآخرين سأحاول أن أحقق أربعة غطسات جيدة وسوف نرى في نهاية المطاف آمل أن أصل إلى منصات التتويج في النهاية